موسيقى حبيعي بيجي الالفين وستة بلشنا نقول بسم الله ونبلش حبة حبة على هذا يلا في اجلك تبلش الناس الشادي اول شغل ببلش لك بالافعال الشاذة يا أستاذ ما احنا حظيهم يا جامعة متحظيهم بطريقة قلط دا علمك طريقة صح وتمشي معاي خطوة وخطوة وما تستعجل معنا لسه وقت طوي لحد ما نبلش معكم شهر ستة اذا معناها من هالسا ابدأ اسس حالك بطريقة صح الشي يعني الريقيلر فيوس الافعال الشاذة طب شو عملت يا أستاذ الشاذة ايش جديد غير هالاساسة هالاساسة بيجيبوا له هال ايش هال ما بدي يقول لك احفظ الافعال ويلا بيجي لك في الامتحان وعشان التنسز وعشان القواعد واو لا لا ما بدي هيك انا بدي اشي بها دواي اول شغالك قمت انا بترتيب الافعال حسب نغمة الفعل وليس حسب الترتيب الافجدي عشان انت يا طالب يسهل عليك هالافعال طيب لازم تعرف يا حبيبي يا بني يا 2006 وحتى كمن 2007 وحتى كمن 2008 اذا اخوانكم حبوا يستفيدوا واخوات كل صغالة باردكم حبوا يستفيدوا اعرف ان الافعال مقصوم لقسمين في افعال منتظمة وافعال غير منتظمة الافعال غير منتظمة احنا دائما متعودين نحكي عنها الافعال الشاذة والافعال المنتظمة هي الافعال التي تنتهي بدي و اي دي و اي اي دي بس بكل بساطة تمام؟ هسه اي فعل منتظم بتلاقي بنتي يا اما بحرف الدي يا اما اي دي يا اما بكون بنتي بحرف واي وبتحول الواي لآي اي دي امثل افعال المنتظمة انه كثيرا ما منلحق عليها زي الفعل ارايف بقش انتها بحرف اي صح؟ شو ضفنا له بس دي ارايفت ارايفت شعن ارايفت بمعنى يصل اي فعل ما بنته بحرف اي زي انه ويت ينتظر وانا يصل وانا ينتظر شو ماله؟ ويتد ويتد ضفنا له اي دي الفعل استدد انتهى بحرف واي معنى هاي الدرس شو الماضي منه؟ استدد استدد اذا هذا خنسميه التصريف الاول وهذا منسميه التصريف الثاني وهذا منسميه التصريف الثالث اذا افعال المنتظمة يقولها يا ابت انتهي يا بدي يا اي دي يا ام اي دي بس انتهينا والله يعطيك العافية حلو الكلام؟ اه حلو الكلام تقول افعال الشهر ذي نحفظها؟ لا ركز معاي اول شغلة انا قسمتلك يا عشق الجداول كيف عملية الدراسات مقرب ما نحكي عنها؟ حبايبي تمسك هذا الجدول مثلا اليوم يوم السبت تدس لي اياه تصيف اول ثاني ثالث وتعرف لي معنىهم بالعربي والله يعطيك العافية طيب بكرة لندخل الجدول البعدي كم كلمة ثلاث كلمات مثل خنقول بلاشنا يوم السبت هذا السبت طب اذا اصد البس المتوج تراجع تراجع الجدولة مع بعض داخلنا على الجدول التالث تدسا في يوم لحاله كل يوم جدول Leslie ball ها كل يوم جدول طب بعدين ممتيج تراجع تراجعهم تراجعهم مع بعض اليوم الرابع وهي المجلدة اليوم الخامس وسرحو نصنفهم مش عالٍ بنتصنف حلو لطيف كل يوم جدول وبتجرع للقبلي بس لما ترجع تتدرب بدي تتدرب كتابة وليس بس قراءة ليش عشان تتدرب عليهم وساعدونا في انك تقوي حالك طريقة صح طب كيف يصدنا ندرسهم ركز معي شو بدي عمل أنا هون طلع يا حبائبي شو مكتوب عندي هون ايبريك طبعا شو عندي هون ايبروك ايبروكن ركز معاي طب سبيك سبوك سبوكن طب ستيل ستولي ستولن طب درايف ايبروف ايبريفن طب برايد رود ريدن طب رايز روززن طب رايت روت ريتن طب شيك شوك شيكن طب تيك تك تيكن طب واك واك طب شوز جوز جوزن طب فورجت فورجت فورجتن لاحظتوا ايشي اكيد كن لاحظ انه كلهم مع نفس النغمة طب شو يعني افساس قصدك لانه احنا يبضي عليكم مش عبارة عن مش قاموس انت تبقى تحفظ فانت مرات بتقيس حال النغمة بتساعدك كثير ما فهمتش لسا عليك افساس شادي انا ادفع معك في بعض الافعال ممكن ما اتمر معك والوزارة في المستقبل بكرة بربالكم بتقولك انا ما اريد دخل فيك اي فعل مر معك في الصف السادس 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 الثامن التاسع دبر حالك اعطيتك هذا الفعل سنك انا متأكد فيه طلاب كثير كده اول مرة بسمع فيه طب شو معناه بديش اقول اخلصوا معناه عشانك في التحالك تحاول تصيف تاني اللي بحط له ايديه اللي بخبص الدنيا اللي كده طب انا شو بتلعب لعبة عشان افهمك شو انا عملت بكل بساطة قلت لك سنك عوزن الدرنك عوزن سنك عوزن رنك شعنة رنك يا رن سنك يغني الدرنك يشرب طب سنك شو معناها يغرق وهي مستخدمها لغير العاقل طيب ده ابدأ بالدرنك كلكم تعرفوها الدرنك 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 طب سنك 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 طب رنك 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 اذا سنك 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 إذا انت لو مر عليك فعل غريب اعمل على نغمته فبتقدر تعرفوها السيارة نزبطط معك نزبطط معك بقولك ماشي اجل قلت لك هذا الفعل ليب عمر مر عليك لا والله مر عليك لا مر عليك في الصف السابع والثامن بس انت ناسيه طب شو عمل فيه ليب احط له ايدي احط له لوب اغير اه بتقول ليب ماشي حال عوازن دريم طب دريم دريمت 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 اذا ليب لبت 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 استاذ فيه على نغمته كثير اه طبعا عندك ليب لفت لفت اذا الموضوع جدا سهل بس اشوف اشغل علي صح اذا يا برض عليكم اذا بكل بساطة بساعدني هاي حكي بساعدني كثير طب ليب شو معنى يقفز للأعلى حسنا احنا لما نقفز من فوق لتحت من سميها جمب لكن من تحت لفوق من سميها ليب طب دريم بمعنى يحلم ليب بمعنى يغادر اذا طلع بيحملوا نفس النغمة فشعني كدك تنتبه طب قلت لك انا مثلا جبت لك الفعلي ثرو وجبت لك الفعلي بلو طب استاذ ما بعرفه ماذا بقول طب يلا لاكز معي مش ثرو بلو على وزن نو طب يلا نو شو بده اصير ان يو نون طب اذا بلو بلو بلون طب ثرو ثرو ثرون طب شو عملنا؟ ثرو بمعنى يرمي وبلو بمعنى ينفخ او ذو الرياح لما تهب وانو بمعنى يعلم او يعرف اذا دو وصل لك هي الفكرة انت ليش تقلت بصن بصن؟ مجرد عارف نغمة فعل واحد تقدر تقيس عليها فعشان هيك انا بنتمشي بهداوي معي كل يوم جدول بسما اجي ادوس الجدول البعدي براجع اثنين مع بعض باجع الجدول الثالث براجع ثلاثة باجع الجدول الرابع براجع اربعة وبدك تراجحهم كتابة طب خلني رجع لموضوعنا ونشوف كيف نكتب طلها يا جماعة اليوم اجيت معنى هيكسر شو بتعمل؟ بتسكر على التنصيف الثاني والثالث وعلى المعنى صح؟ شو بريك؟ مدام عفتبت ببروك بروكن ادن سبيك سبوك سبوكن ادن ستيل ستول ستولن طب رايد 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 رايدن طب رايد رايد رايدن والله يا بيود عليك مجرد انك تفتلط طلح هون شو عملنا؟ بس حولنا الحرف او هون شو ضفنا ضفنا الان بس وهون خلينا ايش؟ هون حرف اي بدالها صحولة لا غيرنا بعد الغرفة فانت بتكون عارفة فانت ادربتوا بهاي الطريقة تخلص طيب خلنسميه هذا مثلا بلاش انت تدوس معي يوم سبت بلاش تدوس معي ايش؟ يوم سبت هاي حطينا سبت يلا الرؤى الاحد هاي يوم الاحد يلا خلني قلعهم افنك في المبدأ؟ موضوع صحيح طب الساز كيف بيجعليم سؤال؟ وكيف بيضع؟ ما تستعجل اول شغلة خلني احفظ يلا بي لهي از او ام طب بي لهي ار هاي للمفرد وهي للجنع طب سو طب سو سو سين وانتهينا اذا از ام واز بين طب ار وير بين طب سو سين واعظم الله اجركم طب شو الساعة؟ خلصهم يوم الاحد بس اظلوا خفاف بعرف حلو يا حبيب انا عارف از الشطارة مش لك تستعجل الشطارة محيي خطوة طب يلا خلصت يوم الاحد دراستهم شو عمل؟ ولا اشي راجع ليه هم وكتابة طب خلصنا هون يلا نتدرب هون بايت بيت بتن طب هايد هيد هيدن طب ايت ايتن طب فولا فل فولا والله يعطيك العافية هذا اليوم الاثنين طب اليوم الاثنين في الليل درستم بس هذو الاربع بس انا ما بدا تعبك الهدف مش يتعبك الهدف ازرع في وخك خطو خطوة بس بتعرف انا شي بعمل معك الجدول الاول هيعته صرت قديش مرتين ومع هون هيعته ثلاث مرات الجدول التاني عدته مرتين هذو عدته مرة فكل مرة الجداول بتعيدها وبتقولهم ما تشعروا كاعدة بتلزك في مخك بس ومتى بتدرس بعد ما تخلص تدرسهم كويس تضرب عليهم ام لا بترجع مرة تانية للجدول الايش الاولان والتاني والتالث مع بعض رعيهم الثلاثة بروف بروفد بروفن وقلها حال تاني بروف برضو صح شو شود شون وقلها شود برضو طب شاين شون شون طب تير طور تون طب وير وان وان طب ويف ووف ووفن وبتصبط ويف ويف دويب طب استاذ بهاي ووف ووفن زي الجدول الاولاني اول واحد قبس لانه فيها تصريف تالت وتصريف ثاني ماش حال اي دي فانا حبيت تحطوا في هذا الجدول عشان افصله شو عملنا هذا اليوم الثلاثة الاربعة طلعوا بكم 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 كم 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 اذا هاي الاربعة طب بعدين ما تنساش برجع صبت احد اثنين ثلاثة اربعة طب بركي برجع يوم الاثنين تبدأ اثنين ثلاثة اربعة حاولو ما جرى انا حكيتك على بداية اسبوع عشان تكون ماشي معي طلعوا بلو بلون طب درو درو درون طب فلاي فلو فلون طب غرو غرو غرون طب نو نيو نون طب ثرو 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 هادا يوم الخليس اشكر جهودك اطعابناكم معنا يوم الجمعة بدايش ندرس يوم يوع راجع علياهم طب صبت احد اثنين ثلاثة اربعة خميس طب كذا اكتراجع اركز بتصبح بالging بورقة خارجية بتنقيلك فعلي من الجدو الاول فعلي من الجدو الاخير فعلي من الجدو observing Dais kyldan نص جدوه من مثلا ايش من يوم الثلاثة فعلي من يوم الاربعة فعلي من يوم اثنين كيف نسمنا الجداول باسماء الأيام فعلي منهم فعلي منهم فعلي منهم يلا وطلع على الورغ يلا ابدأ اكتب تدرب يوم الثلاثة فإذا حتى لو كنت تضعيف طلعش عملك في حالك قاعد تتدرب وبتكتب طب أنا طالب مميز أعمل حركية إذا أنا ما عمل باشي كنت بتخلط في الاملاء طب أنا طالب بسط بدأ قوي حالي أستاذ لسه بتحكي بشي سهلة ونحن نحكي بأرقام فخمة نحكي بشي شغلات سهلة ونحن لازم نبدأ بالسهل عشان نطلع معاك الطالب الضعيف رح يستفيد كتير طب الطالب الوسط مش رح يستفيد لا رح يستفيد براجع طب طالب الشاطر بأكد على المعلومة اشتغل إذن خلصنا يوم الخميس وريحنا بالجمعة بحل الأسألة الروحة السبت البعدي يلا هيدخلنا بسبوع بعد يوهر دي ما أطوله أطول من يوم السبت وطول من يوم الجمعة لما تكون أبوي قاعد في الدار ومش عارف أتحرك ولا رح ولا أجي شو رح يكن قسموا قسمين سبت زائد أحد اقسمني يا لقسمين إذا هذا الجدول خليه عيومين يلا بنت بنت بلد بلت بلت بان بان بانت بانت طب ديل دلت دلت شفت عوزان ليب الدريم درنت درنت طب فيل فلت فلت طب كيب كبت كبت طب ليب لفت لفت طب لنت 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 طب مين منت منت والله يعطيك العافية نهونا خلينا يوم السبت برد برج عالميا للسبت الماضي وبجردهم مرة واحدة ها بجردهم مرة واحدة يبني جردهم رد عمك برمحك جردهم مرة واحدة والله عاد شو بدي أعمل معك السبت تعبنا طب أنا جاي تعبك وأنا جاي رايحك واتدك تجيب معدل عالي عندي في التوجيهي وتيجي تقولي جاي رايحك بدا هلكاك الدراسة بس بالعقل مش مش شغلت انو والله هاي بدرس خمسة ساعات الدراسة كل يوم وربع ساعة تلت ساعة معي مش اكثر بس بشكل يهومي عشانك انا جاي بقول لك كل يوم سبت احق كده طي نيجي على احد يلا ميت مت مت سنت 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 سليب سلبت سلبت سمل سملت سملت سبنت 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 سبل سبلت سبلت وبتضبط سبلت وسبلت سبلت 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 ولوز لست لست طب شا عمل يلا راجعوا لي ايهم مع بعض راجعوا لي ايهم مع بعض طب من وين من السبت الماضي ورجعوا لي هذا الجدول خلصنا اه خلصنا يلا وقع بقراء ايهم فايند فاوند فاوند ايش هذا يوم الاثنين فيش غير فعل واحد اه بس 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 يا اساة اه الله هتك الحافية اشكرك اشكرك طب استو شا عمل يلا راجعوا لي من السبت الماضي وابدى شا عملهم بطلع لي الطالب يا استاذ هو فيش غير فايند يعني ما في افعال على غبته لا مليان افعال بس مش مطلوب منك بس انا اطلع افرج لك في المتحان هذا الفعل يلا شو هذا الفعل بايند معناها يربط رباط البوت او يربط مثلا اذا كان حزام تارفوض بكون ايه رباط زي كيف الروب تبع الحمام واشي زي هيك او رجلهم كلها رباط البوت طب ان ما بعرف بايند اول مرة تنور عليك بنقول لحالك عوازين فايند طب فايند طلعها فاوند فاوند اذا بايند باوند 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 بس ايك اه الله يجبر بخاطرك اذا شفتوا كيف موضوع النغمي حلو كتير حتى المرة عليك خاطر فعل انتم مش اعرفوا اه بايند شو فعل زيه فايند فبقدر بهاي الطريقة احل بطريقة سهلة فاذا طلعوا بايند مطلوب مني انا في الاول ثانا وفي التوجيه مطلوب مني بس هاي المادة بس كلمة فايند لك افرد الوزارة لعبة لعبة وجبت لي ايش جبت لي اكثر بين كلمة بتشبه فايند نفس الطريقة فايند فايند اذا بايند باوند باوند الرعا يوم الثلاثة طب البيه ايب رينك اي 해보자 اي بروت اي بروت طلع او يو جي اتشه اذو السايلاند طب باي بوت بوت طب كاتش كوت كوت طب سيك صوت صوت طب تيك توت 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 طب خلصنا يوم الثلاثة شو عمل؟ بترجعلي للسبت القبل الماضي مش السبت هذا الهون السبت والأحد وبترجع تعيد يا أستاذ والله زي كده وعرفناهم معلش بدي تعبك؟ بدي تعبك طب السبت راح تمشي معنا في المادة ساكمال شوي شو بدي أعمل أبسط؟ تدس المادة لبعضك إياها والأفعال ضروري كل يوم يعني يمكن أنت كل يوم تحضر لك حصة معي بديش أكثر من هيك ويمكن كل يومين تحضر حصة أنا مش مستعجل عليك أنا بدي أبني فيك إشي صح وما تروح على الحصة البعديها إلا لما تكون متقن الحصة لأنا معطيك إياها تمام؟ فإذا أنت وإنت ماشي معي راح تكون الأفعال بموازات المادة يعني بتكون تدس أفعال وتدس معي المادة كل يومين حصة أو كل يوم حصة تمام؟ بهدوء برواغ أنا مش مستعجل روح هنا يوم الأربعة اللي بغلط فيها بضي شلع ذنة يا جماعة والله شلع ذنة كوس 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 كوت كات كات هيت 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 هيرت هيت هيرت هيرت لت 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 بوت 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 ريد 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 شات 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 طب بعدين رود ارجع للبير للجدر للفوق من السبت من اول اشي وارجع عيدهم يوم الخميس شو بجعلنا الجمعة شو عمل الله عطيك العافية ونقف خلص ريح ريح احنا بننهلك حالنا نطلع بننطرش الجو صار حلو بدنا نشم هوا بدنا نروح بدنا نيجي خد راحتك بس قبل الصلاة الصباح هدى عصابك اصحى افتح الدسية يلا من كل جدول خد لك كلمتين كلمتين بس بشكل ايش عشوائي من هون ومن هون ومن هون ومن هون او كلمة 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 وعدين كذا يلا تدرب عليهم كتابه من اول ما اخدنا من السبت الماضي ومراشنا بناشنا بجمعة وهي جمعة بعديها تمام خلصنا خلصنا والله اعطيكنا قافية يلا نيجي هون نيجي على السبت هاي صبتي بفالة الدرنك 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 رنك 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 سينك سانك سانك سوام سوام طب يا أستاذ الفعل سينك اللي انت كتبت قبل شوية مش مكتوب هنا مو هي جمعة مش مطالب انت فيه مش مكتوب انك بس لمزارش علي امام هعطتلك اياه طب سينك اوزني درنك اذا سينك سانك سانك عشيك ما كتبتو فبتقدر تخلص طي الروعيون الاحد استاذ الاحد بس ثلاث افعال يا عمي مشان الله ما هو الهدف مش الشطان انك تحفظ بيت كلمة وما تجمعش ترى كيف الطريقة بصير انت اول ما تخطر ع بالك النغمة بتعرف تجيبها بسرعة يلا واشكر جهودك الجبارة حلو؟ وهيجعب اقراعلك اياهم امكان اقول لك ان اقراعهم مخلص طب بالشاطر امكان اقراع بقول لك انا عارفهم طب واحد بقول انا عارف اشي من قبل حلو دور على الشغلات المش عارفة ودرسة اذا بدك تختص على حالك وقت طب انا مش عارفة الاشي يلا بشي باعي اسس حالك والله لا خليك انو في نهاية الفصل الاول في التوجيه لب 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 واسأل مجرب ولا تسأل حكيم اسأل طلاب الاجيال الباضية يا ما رفعنا طلاب علامات عالية احنا دعنا هنا نساعدك تو استاذ بديش اخذ عندك في التوجيه بديش اخذ مادة التأسيس اذا خلصتها وامورك تمام واتقنت انك توقع مادة التأسيس ومش بحاجة ايلي في التوجيه فعشان انا قاعد بعطيك التأسيس اللي بهمك في التوجيه خلصتنا هنا يوم الاحد نروح يجمعها على يوم الاثنين يوم الاثنين شو قاعد بقول لنا يوم الاثنين هاي صار ثلت اثنينات مر علينا فيد فد فد هولد هلد هلد ليد 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 هاف هاد هاد هير هيد هير لي ليد ليد بي بيد بيد سي سيد سيد وميك ميد ميد وبترجع مرة تاني وبتقرأ من الاول لاحظوا وبتكتب لاحظوا ان كل مرة قاعد بزيد الوتيرة اول يمكن بلاشت بخمس دقائق بعدين بيوم عشر دقائق بعدين كده يمكن تصير قبل ما تنام نقصل معك النص ساعة عشان ايش تتدرب عليهم الرؤى يوم الثلاثاء يا حبايب القلب forgive forgive forgiven بس هدول اه بس واشكرك بس اه بس طرق انا اخر جدول اللي هو جدول الاردعة هالافعال مش متناغم مع بعض ما هبه ودب يلا هاد غلبك اخسرش انا فيش اشي ناغم عليه ران 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 سو سود سون او سود لكن في عنا سل سول سولد لكن سل سول سولد مع تل طول طولد وستاند ستد ستد مع اندر ستاند اندر ستد اندر ستد وست سات سات وين وان وان هيك منكون خلصتك افعال خلص افعال كايش كالدراسة كحفظ اخلص اخلص الله يجبر بخاطلك شو ضر معي خميس زائد جمعة مراجعة شاملة خميس زائد جمعة طبعا انا بقول لك انا عشان بلشتبت يمكن طالب يكون بلشت 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 يوم اثنين يوم ثلاثة كذا مش مشكلة حسنا انت قدرتك او ايش بلشت يمكن ابلش يوم او يوم لا انا بحكي بس بشكل اليوم بحضور يجب اندرسه حتى لو ما اخذت الحصة معي حضورك للحصة مش شرطه بشكل يومي كل تحضر الحصة وبعده بيمين تحضر الحصة كل يمين تحضر الحصة بس هنا لكن انا دراستك لهذا حكلك تحضرني فبتحضرني اليوم خميسة جمعة شو ضرعنا حالات خاصة في اللغة طب ايامت يلا ابدأ اشار حالك ابدأ ادرسل اياهم والحصة الجاي راح تكون انا على الحالات الخاصة ونشوف كيف نتعامل معاه بطريقة حلو ولطيفة ونعطيكم بعض الامثلة ونعطيكم امثلة زيادة عشان نضلك تجرب حالك وتشوف حالك انك هل انت حظ افعال ولا لا يعطيكم العافية حباب القلب جيل 2006 جيلة الهمة القوية ونلتق ان شاء الله تعالى بحصة قادمة الله يعطيكم العافية